هذا الطريق يمر عبر حي ثلاثمائة وثلاث سكنات بمدينة تيارت ويفرض حالة رعب حقيقية على السكان نظراً للطريق الخطر هذا على حياة أطفالنا نتيجة تجاوز السيارات للسرعة والسرعة المفرطة أدى إلى انحراف عدة سيارات في هذه المنطقة أطفال الحي محرومون من اللعب لانعدام المرافق وكأغلب أحياء السكنات الترقوية والتساهمية لا سلطة لأحد على الحي ولذلك تتراكم المشاكل الانارة العمومية لقد تقدمت عدة مرات للبلدية وبدون جدوى حتى البناءات اللي ابنوا هذه شيدوها بدون دراسة بدون عائر تقنية بدون معاير أي شيء ليس بلدية تيارت الذي قال أن مشاكل الحي قيد النظر أحال مشكلة انحراف السيارات إلى هيئات أخرى تم الخروج والمعايرة من طرف مصالح التقنية للبلدية وسيتم إن شاء الله بالتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية من أجل وضع ممهيلات انعدام المتابعة العمومية للمشاريع السكانية التي يشرف عليها المرقون العقريون يجعل من امتلاك ساكن من هذه السيغ مغامرة حياة